مساء الخير مقر الرئاسة الثانية يبدو في هذه الأثناء كخلية نحل لا تهدأ من حيث المشاورات والحوارات بشأن لائحة طويلة من العنوين من ضمنها الاستحقاق الرئاسي فبعد سفيرين السعودي والأمريكية بالأمس حتى اليوم الأمين والعام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عين التيني حيث أعلن في دردشة مع الصحفيين أنه سيكون للبنان الرئيس وأن المسألة مسألة وقت داعيا إلى الإسراع بهذه الخطوة لأن الأمور خطرة أحد أوجه هذه الخطورة يعثر عليه في الميدان المالي والنقدي حيث سجلت العملة انهيارا تاريخيا بعدما تجاوز سعر دولار السوق السوداء 100 ألف ليرة وانسحبت تداعياته ارتفاعات مماثلة في أسعار المواد الأساسية ولسيما المحروقات ويأتي هذا الانهيار رغم التعميم والقرارات الأخيرة لمصرف لبنان كما يأتي متزامنا مع أقفال المصارف أبوابها مجددا اعتبارا من اليوم في إضراب تعزوه إلى عدم إلغاء الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها لكن معلومات ترددت عن توجه جمعية المصارف لتعليق إضرابها نهاية الأسبوع الشاري إضراب آخر أضيف إلى لائحة التحركات الاحتجاجية على الواقع المعيشي وشمل اليوم أساتذة المدارس الخاصة غدات عودت زملائهم في القطاع الرسمي إلى صفوفهم على نطاق واسع على المستوى المصرفي الأمريكي ثمت مخاوف من انضمام بنوك أخرى إلى سجل المصارف المتعثرة بعد أزمة بونك ساليكن فالي لهذا الشأن حذرت نيويورك تايمز من أن الدعر المصرفي قد يصيب البنوك التي تتمتع بصحة جيدة واللافت اليوم رصد موجة تراجع في الأسواق المالية والبرصات وأسهم البنوك حول العالم وصولا إلى أسعار النفط التي واصلت هبوطها أما روسيا فقد أكدت أن لا خطر على قطاعها المصرفي جراء أزمة المصارف الأمريكية